السلام عليكم ومرحبا بجامعه للنادي الافريقي كالعادة نجيكم بجديد وان شاء الله معناها فيه افادة للنادي الافريقي معز حسن حكينا عليه بطبيعة الحال وكلنا يلزم يكون متواجد مع المنتخب التونسي وكيما شفتم الناس كل كان معز حسن الحارس الاساسي الاول للمنتخب التونسي وهذا حق مش مزية والناس كلنا نعرفه اللي هو خير من اي من دحمان مليار الف مرة خير من عدة حراس في تونس بطبيعة الحال معناش حراس كبار ياسر في تونس كيما عتوقة كيما الحراس اللي مروا قبل كيما ببكر الزيتوني كيما جمال طياش صحيح معناش حراس هذوقم المتوفرين في المنتخب كيما الصالحي الحارس النجم الساحلي قبل كيما صلاح الدين الفاسي كيما سليم بن عثمان كيما شكر الواعر معناها معناش حراس معناها بالكيفية ديك ولكن معزح سن من احسن حراس في تونس على مرة السنوات الفاتة كل يمكن خمسة سنوات ديما معزح سن هو الحارس له دونك كان ثم الظلم في المنتخب التونسي وكان معناها ايتكوا فيه رمطة الصون على اساس مش يطلعوا دحمان ولا مش عارفش كون مش يطلعوا وقبل مش يطلعوا الدبشي واخيرا المعزح سن رجع للمكانه الاصلاني المنتخب التونسي نعرفوه ضعيف ولكن معزح سن شد مكانه بالنسبة للنادي الافريقي ان شاء الله غضوة الحي نهارة لربعة معناتها عنا مقابلة في كورة اليد بيننا وبين نجم الساحلي نزوز في رقب في المرتبة الثانية بثمونتاشر نقطة النادي الافريقي مطالب باش ينتصر في المقابلة هذي ويشدد الخناق على الترج اليادي اللي عنده واحدة وعشرين نقطة باش نكونوا واقعيين ونحكيوا معناها في كورة اليد نحكيوا لوجيك راهوا بالنسبة لنا احنا في كورة اليد صحيح قمنا بعض الانتدابات مؤخرا صحيح النادي الافريقي ماناش كمقبل ماناش منافس جدي قلب بالمئة على البطولة فريق الترجي معناه عنده ايجابي في الاهداف السبعين احنا عنا عشرين يعني المقابلات متعنا ننتصروا فيهم بكل صعوبة في كورة اليد وهذه كلمة حق الفريق المنافس المتعنى اللي هو الدرجي قاعد ينتصر بفرق كبير على الفرق المنافسة يعني نطلب من يوسف العلبي كان ثم امكانية باش نزيدنا انتدابات اخرين رانا مصحقين انتدابات اكثر من اللي موجودين طويقا باش النادي الافريقي ينافس في البلايوب بكل جدية على البطولة ثم شكون لا معلنة وقالونا ما تحكيوش ياسر على كورة اليد راهم يطبع النادي الافريقي صحيح نعرفهم يطبع النادي الافريقي ومتأكدين مش شيئ ذايا كورة السلة حكينا عليهم في اوقات مناسبة وحكيت عليهم ملاعبي ملاعبي خاصة عن انتدابات جديدة احديدان عمر عبادة خاصة عمر عبادة من انساش عمر عبادة امضى البارح امضى للنادي الافريقي عاقد بموسم حكيت عليه قبل ما يمضي على خطر عندي معلومات اللي عمر عبادة باش يكون متواجد في النادي الافريقي وفعلا امضى للنادي الافريقي الناس اللي متعرش عمر عبادة احسن احسن اوغانيزير معناها في المتخب التونسي احسن مسدد من 3 نقاط هو عمر عبادة كيم المبروك وخير شوي من المبروك دونك اذاك انتداب ممتاز جدا في كورت السلة كورت السلة ان شاء الله باش نكونوا منافسين جديين على البطولة ويمكن احنا باش تحصلوا عليها وبدون منافس بالنسبة لكورت اليد المنافس متاعنا البواشر باش يكون فريق الترجة اليادي نردوا بالنا من المنافس هدايا على خاطر عندهم ملاعبية هم بيدهم متاع الخبرة الموجودين في فريق الترجة يزا منحاولوا كيفاش لي ماكسيمو يوسف العلمي تحاول تعملنا انتدابات كبيرة خاصة في كورت اليد راهوا بصراحة مش نلعبوا صحيح المقابلة متاعنا ضد النجم الساحلي اصبحنا احنا والنجم براسك نفس الكاليبر ملاش راهوا ففوري عليهم برشة عمناول كنا ففوري وتعمناول ففوري شوي نسبيا ولكن اكل فارقة ذاك براسك رجعناها رجع مناش عارف شليه الاسبات يمكن النجم الساحلي قام بعض الانتدابات المهم من النادي الافريقي الحاجة اللي احنا نطالبوا بها الادارة متاع النادي الافريقي تقوم لنا بعدة انتدابات في كورت اليد نحبه ننفسه فريق الترجل رياضي على البطولة وبكل جدية نحبه نكونه منافس جدي على البطولة ذا بالنسبة للمواضيع اللي تخص النادي الافريقي في كورت اليد وفي كورت السلة والانتداب جديد متاع عمر عبادة بالنسبة لكورت القدم من شاء الله نهاره لحد عنا مقابلة هامة وهامة جدا ضد الأولمبي الباجي ما ينزلناش ننسو جماهير ند الفريقي اللي قلبي الباجي راهو عمناول كان فريق ممتاز جدا تحصل على كاس تولس انت صار علينا في مقابلة الذهاب عمناول بمفاجأة في ملعب رادس انت تترشح علينا في كاس تولس احنا والترجل رياضي وترشح على حساب بالندي السفاقسي الفريق ذاية معناها بعد ما باع الملعبية متاعه الدربالي وبقرة باعهم للترجل هذه عنده بجي قاعد يسقاط منها معناتها عام سناء ماليا يعني ماليا يحسوا برواحهم مستقررين يلزم الفريق ذاية كل هزيمة متاعه ضد النادي الافريقي باشا رجعوه للبلاصة متاعه والاصلالية اللي معناها بلاسته وسط الترتيب ويمكن يلعب على التفادي النزول مع كامل اقتراماتنا للباجية هذا معناها بالنسبة للفريق المنافس القادم اللي هو الأولمبي الباجي التذاكر معناها مطروحة في الموقع الرسمي للنادي الافريقي تجموا وتدخلوا وتلقاوا وتذاكر هذه حتى لنهار 19 حتى معناها لنهارة الخميس توفى الطرح متاع التذاكر اللي بشي للمقابلة متاعنا ضد فريق الأولمبي الباجي بعدها بعد نهارة الخميس من نهارة الخميس لنهارة السابق لنهارة المقابلة نقول واحد لنهارة لحد إن شاء الله باش تراوا التذاكر المطروحة في شبابيك ملعب للنهارة بالمنزه الفيراج معاتش متوفرة بطبيعة الحال كومبلي الفيراج تم عشر آلاف مشترك من نهارة الافريقي كومبلي بالنسبة للبيلوز اللي هي معناها متاع الناس اللي تتفرجوا الناس اللي معناها ما عندهمش سخب برشة ويعملوا جو وقت اللي اللي تبدأ ماشيا البيلوز متاع الناس اللي كبر شوي في السن معناها متاع الناس اللي معاتش ينزموا معناها يعملوا برشة وهي راي فرجة من البيلوز ممتازة جدا باش متحقروش أحسن فرجة راي من البيلوز قالوا واحد من الناس كينمشي نتفرج من البيلوز نشيخ عليها البيلوز البيلوز عشرين دينار ثمن التذكرة يعني مش برشة بما أنا قبلنا نتفكرها كانت تلسة لاف وبعد سبعة لاف بعد عشرة لاف حاليا أصبحت عشرين دينار بما أن الدنيا كل غنية تبقى جاية على التذاكر نفس الحكاية عشرين دينار بالنسبة للأبوني اللي يحب يعمل أبوني في البيلوز الثمن معناها حق الأبوني هذائي ميتين دينار ميتين دينار عام كامل تتفرج فيهم في البطولة التونسية تتفرج فيهم في الكأس الكونفدرالي الأفريقية يعني تتسمى حاجة بها هي الناس اللي تحب تعمل الاشتراك ينجموا يشتركوا متوفرين في حديقة الرياضة بالنسبة للتساكر اللي يحب يقص تساكر متوفر في الموقع والرسمي ومن ابتداء من نهارة الخميس إن شاء الله باش تكون متوفرة كما قلت لكم متوفرة في شبيبك المرعب أولمبي بالمنزه وبتبيعها في قاعة رادس الناس اللي كلها تنجب تاخذ البيب بتاحها وفي كل الأرياحية بما أنه الفيراج كومبلي هذائي بالنسبة معناها البيع على تذاكر لمقابلة أولمبي باجي نفس الشي ما تروحها التذاكر من نهارة الخميس متوفرة تذاكر على الموقع الإلكتروني بالنسبة لمقابلة النادي الأفريقي واتحاد بنجردان اللي باش تكون نهار في مالي نهار تسع وعشرين المقابلة ضد اتحاد بنجردان إن شاء الله الناس كلنا نكون متواجدين في المقابلتين هذوم الزوز باش النادي الأفريقي معناها تهيتصرف المقابلتين اللي هم هامين وهمين برشا ما تنساوش جامهير النادي الأفريقي اللي ما قصش لامبوني ينجي لي بشي قص لامبوني تاعه بالتوفيق للنادي الأفريقي باش نكونوا معناها متصدرين بعدما نتصروا في المقابلتين ضد أوليبيت الباجي وضد اتحاد بنجردان إن شاء الله النادي الأفريقي نكونوا في الصدارة ومن غادي مش نبدأوا الرطور بكل قوة ونبدأوا معناها الرطور بتبعه ضد اتحاد بنجردان نهار تسع وعشرين تم دا نتاوين في كل فورمة وخاصة وخاصة حاشتنا مقابلاتنا اللي مش يدوروا في كأس الاتحاد الأفريقي الشهر الجاي إن شاء الله معا نبدأه بالفريق دريمز الغاني وبعد عنا ثلاثة مقابلات أخرين في شهر ديسمبر هامين وهامين جدا في كأس الاتحاد الأفريقي وبعد معناها إن شاء الله ترجع المنافسة الحقيقية في البلايوف إن شاء الله انتلاقا من شهر مارس تبدأ نادي الأفريقي في مرحلة البلايوف بما فيهم كأس البطولة التونسية وكأس تونس وزادة كأس الاتحاد الأفريقي يجب أن نكونوا حاضرين للناس كل يجب نادي الأفريقي كلنا مكونات نادي الأفريقي بما جميعا نكونوا متجندين للمرحلة البلايوف بالبطولة الوطنية ومتجندين لكأس الاتحاد الأفريقي باش إن شاء الله نكونوا متوجين في آخر الموسم وختاما نقول لكم فيبا فرزا سيار